مساء الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان من خلالكم بدي يوجه هالرسالة وبتمنى عكل المثقفين بالعالم العربي ابتداء من لبنان إنن يسمعوا هالفيديو ويقولوا لنا شو رأيون وشو وجهة نظروا يمكن هني بيعرفوا أكتر مني ليكوا بعد المؤتمر الصحفي اللي عملوا وزير خارجيتنا اليوم جون كيري واضحة مثل الشمس إنه محور الشر محور الإرهاب محور الإجرام الممثل بإيران بسوريا الأنظمي بإيران وسوريا وحزب الله بلبنان بدن يلعبوا أرض المحروع بدن يدفشوا داعش داعش جزء لا يتجزق من نظامهم بدن يدفشوهم مثل وقت المالكي درب إيده المالكي ترك لنها الصلاحة كله سحب 40 ألف جندي من الموصل وتركوا لن الصلاح أنا قلت روحين على السعودية ما بدي دل كرره وهيك منتظر لقيتني توجهوا تيسقتوا نظام مسعود برازاني بكردستان هون ما تموشي إيران 100% والمالكي ماعلاشي بدني يدمروا الحجر والبشر بدني يعملوا أرض المحروق بس وين بدني يوجهوا نظرهم إذا لو حصلوا هلأ آخر مرة حسن نصر الله يا مسيحيين ويا مسيحيين وهلأ بديوا يودي الوفد مفهومة لعملاء من المسيحيين بلبنان ممثلين ميشيل عن سليمان فرنجي بشار الرعي كأشخاص ما قلع علاقة جماعتهم فيهم قال المشتركين يدين فعليا بالدم الصورة هذا ليس اتهام هذه الحقيقة الكاملة الموجودة كل الناس بيعرفوها أشبتكن من حديث جان عباد ونهاد المشنوق وقاليل فرزلة وكريم باقرادوني وعبدالله بوحبيب وشيلوا سروم يحطوا سرومة ليه تزعلوا أبدا هذا اللي بدني يستفيدوا عم بيستفيدوا ماليا شو بدني يشتغلوه جوهرجية لا بالوال ستريت دبروا حيلا نصحتين على قلب بمفهوم اللبناني شو بدني يعملوه هلا كلهم من المسيحيين والفلسطينيين هلا خدوا من حسن نصر الله وعز المسيحيين وبيطلعوا بكرة من نهار الخميس حزب الله بشارة الراعية وخدوا ما بخرا على الطالع والنازل بدني يدفشوا الفلسطينيين على حرب مدمر عليهم بدني يستعملوهم ها شو بدني يقول كل ما في الأمر إني بقول له حقينا بدني يستعملو الفلسطينيين ويدهمو بقول له لا مستفى علوش المفكرين اللبنانيين والمثقفين بالعالم العربي يقوموا وقولوا لايكوا أشفين في فرد حل المملكة المتحدة الهاشمية مع الأردن ما بتصدقوني انتوا حرين هذا بيخلص الضرب كله سوا وبيطلع محور الشر محور الإرهاب محور الإجرام النظام الإيراني السوري حزب الله بيطلعون من اللابة وبيصير في حلف الوطنيين في دول الهلال الخصيب مع العرب النفط مع دول السبعة الصناعية هؤل بيرتغيوا ساعته إذا المملكة المتحدة الهاشمية عندنا المقدرة الفلسطينيين يفاوضوا على هالشي إذا ما بدون ما فينا نجبر نحن ما منفرض شي عليهم والفلسطينيين الموجودين باللبنان وبسوريا وبالأردن بياخدوا الجنسيات هوليك مع المملكة المتحدة وهو اللبنانيين وهذا حقهم وصوريين هضحقهم وإلا محور الإرهاب والإجرام والشر بدني دمروا هالمنطقة وتروح على قنطونية طائفية ليه ليها أول ولا إيها خاخير وحرب بتروح مية 200-300 سنة وإش بدني يعملوا زيادة بدني يستعملوا الفلسطينيين يستعملوهم كإرهابيين يعملوا عمليات إرهابية ضد السفارات الإسرائيلية برها ضد عمليات بالداخل ضد كذا يعني دمار المنطقة وتنفيذ مخطط إيران أنظمة إيران سوريا حزب الله إلى دولات طائفية وهيك نفس الشي بيصير بإيران وبباكستان وأفغانستان تمشي اللعب هيك إذن هذا خطاب يدعي إلى الحوار ينطق إضهان وينطق إضهان وتزبيط الأمور هذا ما بيسوق أبن هني هني بيسوق أبن الشر والحرب والدمار بالنسبة لللبناني عندي جراء أقروا لكم حزب الله هو اللعبة الكبيرة لعبته الصغيرة ميشيل عان سليمين فرنجيل بترك الرعي على المسيحيين على المسيحيين على الموارني بالزيت إنه تعوا يا أقليات أنا حمايتكم وعند السنة مجهزين من بدهم طاها ونجيب ميقاطي هذا عطرابلوس بيجيب فيصل كارومي عطرابلوس شو اسمه عبد الرحيم امراض بديني خلقوا مثلهم بديني خلقوا ببيروت هاك عندني هاد المشنوق كلعبي بيلعبها على هدا هونيك وعندهم البقردوني وإلي الفرزلي وعبد الله بوحبيب تيسقفوا من هالمال عند المسيحيين يعني إذا بتطلع ما بتشوفوا موروني بهالتكتل الاسم البقردوني إلي الفرزلي صاروا يجيبولو جون عزيز تيحطو هاك فساد وهي دي بك انت تفهموها للعبة إذا اتوقع عملية دمار اغتيالات بلبنان إذا حدا بده يفتح دماء خصوصا الفاهمين والمصقفين والوطنيين وكذا إذا بدني يحكوا بدني يقصوا عليهم بتقولوا لي شو الحال ايه يا سعد الحريري بيك حاول معهم حاول نفس اللعبة اللي انت اللي عم تلعبك ما زبطيت ما بيمشوا مشين بيمخططهم ايش ما حكيت ما بيمفع متى الوقت اللي بتروح ما بدي يحكي كتير يعني ايش ما عملت متى الوقت كنت تروح لعند السوريين مش انت اللي قبل منك روحوا من سنة السبتة وسبعين وطلع من الخمسة وسبعين عند السوريين ايه جيبوا لنا اخبار بتيكون عندهم معلومات اكتر وقت اللي بيكون واحدة كبيرة بيلغوا من موسى الصدر لكمال جنبلاط لرفيق الحريري لبشير الجميل غير لعبي كمان هني ورا بس سيدة هان هان تفرجيك كيف فعند المخطط بيمشوا عليه ما بيرجعوا وفشخوا اذا شو بدك الحريري بدك رخصة التالتي التليفون رح يعطوك ايه خود استفاد بس الوان العرب ما رح يشترك مشروعكم التليفون تلات شركات على هاللبنانيين داش بدين يدوينو هاللبنانيين داش بيقدرو يدوينو هلا بعد الدول العربية ماشي لانه قطر عم بدي تعمل الألقاب الدولية عم بتحط لميتين مليار دولار لازالك فين تفتشغل دوباي خيفها خلصت دوباي الساقش بدينيعملو داش بيقدرو يعملو بيعملوا بنيات بالفضل خرجة وبيطلقوا الناس تيناموا فيها بالفضل خرجة يشوفوا الارض عن بعيد ما بانوا ويردا اذا هيدا الوضع بتقولوا لي شو الحال بك انتوا قفوا كل وطنيين تقفوا شو ما كنتوا تكونوا وتقولوا ليه منشترك بحكومة وليه منشترك بشي وليه منفتح حسابات بالبنك ببيروت وليه منسلم نفسنا لها الشي متأملي انت كنت بتستفيدها قدينيكون واضح معك سعد الحريرية انك بتستفيد خارج هالإطار اشألة عيلا وقلبة جرب بايك قبل منك ما زبطي تجربة كمال جنبلات قبل منك ما زبطي تختلفوا اذا نحن رايحين على دمار ودمار ودمار طملوا بالكم اذا في ميزانية فيكن تسرقوها بتقدر يجي ميل تقدروا تسرقوها عم تسرقوها الميزانية لكن من عهد ليسله ريوة ومن عهد أميل لحود ضليتوا ميشين لعهد حزب الله لها السرقوة ميشة بك نكفو فيها قداش بتقدروا تضيينوا عب السرق قداش بدوا يضل في ميل تتسرق قداش ما بعرف هذه هي كل القصة بتمنى عليك انت تسمعوها شكرا و ألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة في لبنان